الكتب ملوش رجلين يا جماعة وزمان كان يقولوا أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب كل ده بينطبق على كلام السيسي اللي بيقول كلام ويعمل عكسه خلينشوف آخر كتب لي كانت إيه السيسي يواجه بالاستماع لأراء المواطنين عند البدء في أي أنشطة خدمية بالأحياء السكنية برضه ولسه قاعد في العاصمة الإدارية في الأصد في العالمين أهو بص أهو وقاية في القرآن أيها حاجات والجو بتاع العالمين والمود الوحد ضحيطان نستمع لأراء الناس يعني قبل أي حاجة خدمية طبعا الكلام ده ولا لو أي ثلاثين لازمة ودحك عدقون عشان بلدوزر السيسي شغال هدم في بيوت الناس وشرادهم من اسكندرية لغاية أصوات عشان يعمل كبار يوسع طرق ولا حصل حوار مجتمعي ولا يحزنون ولا حتى سمع لصرخات الناس واستغاثتهم مش قراءهم حتى الصرخات وتشرد بقى يعني يعني شوف شرد كم قاراته الفردية دي شردت آلاف المواطنين وده اللي حصل مع سكان منطقة ألمازة مثلا اللي السيسي وصى إنه يتم هدم بيوت الناس فيه عشان يوسع طريق ورفض حتى إنه ياخد حبتة من أرض المطار اللي هي الناحية التانية جاي يقول لك اهو وفيما يتعلق بالطرق تم عرض مجهور تطوير مدخل القارة الشرق عند طريق حسين كامل اللي هو عند ألمازة حيث وجه السيسي بالتطوير الشامل لذلك المحور الحي وبيعتباره امتداد أنا بس عندي سؤال يعني هو الصورة دي الصورة دي اللي انت شايفه قدامك دلوقتي دي تحت الخبر ده انزل تاني بالخبر معلش انزل تاني عالي الصورة دي تحت الخبر ده ايه الاختب الخبر ده انزل تازلينزل يا علي انزل導ع العنوان بتعل الخبر اهو السيسي وجه خلاص بس السيسي وجه بيستطوير طب السيسي وجه مفروض انه مع الوزراء مفروض انه هو يوعد مع الوزراء انه مئي القاعدة دي وميه الناس دي وليه كلهم جيش وإيه الدنيا واسعة القد دياءة ليه كده وإيه المحربين اللي وراء إبلتين في مسجد يا ولا إيه ده إيه الجو ده إيه الجو إيه اللي واحد البلد اللي واحد جو بلدي أول أهالي ألماظة الحقيقة وسقوا فيديوهات ليهم استمرار عملية الهدم بتاع منازلهم رغم أنهم رافعوا أضايا قدام المحاكم اللي وقف الحكومة بنازع ملكياتهم نشوف كده الفيديوهات دي عشان تعرف أنه قدام يقول لك استمع لإيه قراء الناس ده أنت مش سمع لصرخات الناس لسه بقى فيه كارثة تانية منتظرة أهالي الحقيين السادس والسابع من يتنصر بعد ما يخلصوا بس إيه زالة المنطقة ألماظة كلها عشان خاطر عيون العاصمة الإدارية الجديدة زي يقولوا الخبر ده مصر طرد والتشريد بحجة التطوير والتجميل العمراني تحت في التفاصيل بقى بيقولك أن الطريق مكمل ما هو مشاوف عند ألماظة كشف النائب عند دائرة قطاع العاصمة الإدارية العاصمة القاهرة أن توجيه رئاسيا صدر الأجهزة التنفيذية بالبدء في إزالة المباني السكنية المعروفة بين بلوكات في الحياة السادس والسابع بمدينة مصر فور الانتهاء من إزالة منطقة ألماظة التابعة لحي مصر الجديدة قرب مطار القاهرة الدولية لسه الهدم شغالي حضرات في أكتر من مكان ولا حد يا سيسي أعد مع حد ولا خد رأيهم الهدم شغال على ودنه في أكتر من مكان وفي تهديدات للأهالي اللي مش هيخرج وهيسيب بيته هنولع في أنامي فيه اللي إحنا عايزينه زي أهل وراء اللي رجعوا تاني يتظهروا تاني تامن عاشر ضد تهجيرهم ويهتفوا مش هنسلم مش هنبيع شوف كليم شوف كليم